أهلا بكم وإلى العنوين كلها كانت ترمي إلى اقتياد البلد إلى حرب أهلية البرهان يعز قراراته إلى تجنب حرب أهلية في السودان وحمدوكي عاد إلى منزله وسط إجراءات أمنية مشددة حوله إيران تعلن تعرض محطات الوقود فيها اليجوم سيبراني على يد دولة أجنبية وتؤكد أنه لم يتسبب بضرر برمجي مصادر خاصة تؤكد للميادين طرح البطريارك الماروني حصر محاسبة النواب والوزراء في البرلمان مقابل وقف التحقيقات في كمين الطيوني أنا سارة من تونس أعلى الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الصهيونية حملة تضامن عالمية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على منطقة الجديدة مركز مدرية الجوبة ويواصلون التقدم في مأرب أهلاً بكم أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن المخاطر التي شهدها السودان الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية الناطق الرسمي باسم إعلان حرية والتغيير يتحدث بأن هذا المشكل سياسي ماذا ما عاوزين بوت يخش يدخل بيناتنا حقيقةً نحن نظرنا واجتمعنا كقوات نظامية كلنا ورأينا بأن هذا الأمر يدعو إلى الفتنة أيضاً هناك من يتحدث عن جهوية بغيظة هناك من يتحدث عن عنصورية كلها كانت ترمي إلى اقتياد البلد إلى حرب أهلية ترمي إلى تفتيت البلد ترمي إلى الطعن في وحدته في تماسكه وفي نسجه الاجتماعي هذه المخاطر أصبحت ماسلة أمانة ورأيناها تزاع على الملأ وتحدث عنها الجميع بصوت بدون مواربة البرهان قال أن تحرك الجيش جاء بعد شيوع أجواء من العداء للمؤسسة العسكرية وأشاره إلى أن مبادرة رئيس الوزراء جرى اختطافها بكل أسف مبادرة رئيس الوزراء لما اختطافها بواسطة مجموعة معينة وأغلقتها على نفسها وبدأت تتحدث في أمور حتى أمور خاصة بالقوات المسلحة نحن لا نعلمها ونحن أيضاً وقصينا من هذه المبادرة القوات المسلحة لم تكن ممثلة في هذه المبادرة وهي شريك أصيل في الانتقال كانت هذه المجموعة تبحث عن إيجاد شرعية حتى تستمر في اختطاف السورة السودانية أيضاً هذا الأمر نحن نظرنا إليه بقلق أيضاً قدمت خلال أوراق فيها جزء يخص القوات المسلحة أيضاً نحن ما استشيرنا في هذا الأمر نحن نشعرنا بأن هناك بعض إقصار جزء من القوى السياسية التي سمت نفسها بالحرية والتغيير منصة التأسيس أيضاً تم إقصاء القوات المسلحة من المشهد وهناك ترتيب لمجموعة صغيرة من القوى الوطنية والقوى السياسية أن تستفرد بالمشهد على حساب القوى الأخرى بعد هذه الأمور أصبحت هناك حملة معدة كما مواضح ضد استهدف القوات المسلحة كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن إعادة حمدوك إلى منزله في الخرطوم مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه أكد أيضاً أن إجراءات أمنية اتخذت حول منزل حمدوك رافضاً الرد على سؤال إن كانت إعادة حمدوك إلى منزله تعني الإفراج عنه أم وضعه في الإقامة الجبرية منذ أعلان الانقلاب في سودان يظهر رصد الإعلام الإسرائيلي حضورة الأبيب سواء في الانقلاب بعينه أو في السعي لاستغلال ظروفه جراسيا بيطار حددت إسرائيل أو تكادو موقفها من السودان بعد الانقلاب هي تتابع باهتمام كبير ما يجري هناك هذا على الأقل ما يظهره الإعلام الإسرائيلي في أكثر من موقع فاضحاً شبه التبني الإسرائيلي لانقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ضد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك فإسرائيل تدعم الجيش السوداني لأنها ترى أنه الجهة الأقوى في الدولة وهذا أمر حيوي لمنح السودان المزيد من الاستقرار وتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل تحديداً هذا ما ينقله موقع إسرائيل هايوم عن مصدر إسرائيلي انتقد موقف واشنطن من الانقلاب في السودان قائلاً إنه من الأفضل لعدم دعم رئيس الحكومة بل دعم قائد الجيش وفي مكان آخر تقول إسرائيل هايوم إن التطورات في السودان قد تمثل سبباً لقلق إسرائيل وإدارة بايدن على حد سواء فالهدف الأساس هو استكمال عملية التطبيع ومن هنا فإن الانقلاب يخدم إسرائيل لأن حمدوك لم يكن من دفع لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بل إن هذه الخطوة المهمة بحسب إسرائيل هايوم هي القيادة العسكرية برئاسة البرهان قائد الانقلاب القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية تعيد التوتر بين الجناح العسكري والمدني في السودان إلى خلفية الخلاف حول التطبيع مع إسرائيل تحديداً العلاقات الجيدة هي مع العسكر الحاكم وهنا العلاقات السرية ستبقى السودان لم يعد حليفاً لإيران وإسرائيل ستفرح جداً بالحفاظ على هذا الوضع بعد إعلان الانقلاب توقفت العلاقات بين السودان وإسرائيل قد تكون تل أبيب دعمت الانقلاب أم لم تدعمه لكن الأكيد أن مقاربتها لما جرى في السودان ينطلق من سعيها لأن تشهد وزير خارجيتها يدشن سفارة الكيان في الخرطوم قريباً يتضامن الناشطون حول العالم مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري ويستخدمون وسائل الاحتجاج المختلفة مما في ذلك الاضراب عن الطعام ليوم واحد تقرير علي الأحمر أنا سارة من تونس أعلن اضرابي عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات السهيونية أنا غاليا بناني من تونس أرقت الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين لستم وحدكم هذا لسنحال كل الأحرار حول العالم تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في معركة الأمعاء الخاوية التي يخضونها مع الاحتلال الإسرائيلي أنا عبدالهادي صالح أعلن من مكاني في ألمانيا إضرابي عن الطعام لمدة 24 ساعة إسناداً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أنا أريال غول من إيثيكا نيويورك من جميع أنحاء العالم أعلنوا إضرابهم عن الطعام اليوم واحد فيما يضرب المطبعون والمتخذلون لقاءات وصفقات مع الاحتلال الناشطون الفلسطينيون والعرب شاركوا في حملة يومية واسعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون إجراءات عقابية جماعية وذلك بإطلاق وسوم متضامنة تطالب بإنقاذهم وتحقيق مطالبهم أنا وعد من فلسطين أعلن إضرابي عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال السهيوني أنا أحمد خضر من موقعي في الأردن أعلن إضرابي تضامناً مع أسران الفلسطينيين ككرة الثلج يدحرج التضامن مع النضال الفلسطيني كل أشكال التضامن بل ويراكمها فالتعاطف مع قضية إنسانية كهذه فضلاً عن كونه تضامناً مع القضية الفلسطينية هو تضامن مع الإنسان المعارض لكل أشكال الظلم والعدوان فعل يذهب بعيداً إلى حد مضيقة السجان الإسرائيلي والضغط عليه لفك أسر الأسرى ولسيما أن الاحتلال سيكون أمام مواجهة رأي عام عالمي وسيحرص كل الحرص على أن لا تسود صفحته أكثر بجرائم من فك يرتكبها ومن العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا عضو مؤسس فلسطيني من كل مكان ساري السباتين أهلاً بك سيد ساري حضرتك ممن يضربون عن الطعام تضامناً وربما ومساندةً للأسرى الفلسطينيين المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال ما الذي تودون إرساله من خلال هذه الخطوة بالبداية ونظراً لأنه إحنا عم نحكي عن المعتقلين والمضربين عن الطعام فنحب نحيي الأسير كايد الفسفوس والأسير مغداد القواسمي وعلاء الأعراج وشام أبو هواش وشادي أبو عكر وعياد لهريمي وراتب حريبات اللي طبعاً أضرب إسناداً للأسرة الستة المعتقلين إدارياً واللي هم أضربوا لغاية رفضهم لهذا الظلم هذا الظلم اللي تعرضوا لإله أسراناً للبواسل واللي معتقلين إدارياً خلاناً نحس إنه بدنا نفكر بإشي بدنا نعمله وهذا الإشي اللي بدنا نعمله اتجاههم بدنا نحاول نلاقي الأشياء اللي شوي بعيدة عن المقلوف واللي بتخلينا نكون أقرب لإلهم وعن ندعمهم بفرب أكثر طبعاً بلشت من عندنا هون تكرة مضرب مع الأسرة واللي كانت بالبداية الفردية عملتها صديقة لإلنا اسمها أسيل وبعدين داليا اللي كانت من فلسطيني من كل مكان ومن ثم نضمت لإلها عبير وبعدين أجيت أنا وبعدين نضم لإلنا ناصر فحسينا أنه مهم نخلق يوم 26 أكتوبر ليكون هو اليوم اللي فعلاً فيه إضراب عالمي الهدف منه نوصل رسالة أسران المضربين عن الطعام ونحكي لهم إحنا معكم وإحنا بنوقف لصفكم وبنحاول نفكر بأي طريقة بإيدنا من الشتات ومن الداخل لنكون عم بنعلم من صوتكم وبنوصله للعالم سيد ساري أي تأثير تتوقعون لهذا الخطوة أي أهمية أي فعالية أي إضافة الإضافة بلشت من لما كانت تتواصل معنا والدة المقداد وأيضاً والدة كايد وزوجة علاء لما كانوا يحكونا أنه لما الأسرة عرفوا بأنه هذا اليوم موجود هذا أنت عم تعمل لإلهم دفع معنى وكبير طبعاً هم الآن بتواصلهم اللاواعي لأنه بمحل مال إضراب لما نحكي إحنا كايد الفتفوس إلى 104 أيام ومقداد إلى 97 يوم فبنحكي عن حالة خطرة عم يعيشوا فيها فنظراً لذلك طبعاً هذا التواصل اللاواعي لما كانوا يشعروا ويعطوا إشارات كدهش هم مبسوطين لما شافوا البروم وتاع الحملة هنا إحنا حسنا بالهدف الأول واللي هو فكرة التقمص العاطفي والانتماء للقضية من خلال تجربتها وعيشها ودعمهم معنوياً بالإضافة لفكرة المشاركة العالمية لهذه الحملة واللي ما توقعنا أنه نوصل ل725 فيديو هذا بس اللي إحنا قدمنا نوصل لإلهم وحبيت توصف كرة السلب لأنه هو فعلياً هذا اللي صار كرة السلب فهذا بحث ذاته زي تسليط ضوء تسليط ضوء الرأي العام على هذه القضية واللي للأسف لهم فترة طويلة وما زال الكيان الصهيوني متزمت في رأيه ومتزمت في اعتقالهم الإداري وأسمح لي أن أسألك عن الجزئية التي ذكرتها عرضياً يعني ما دللت هذه المشاركة الواسعة نحن نتحدث فقط عن مشاركات عربية وإنما أيضا مشاركات أجنبية ننتحدث عن فئات عمرية محددة وإنما كبار وصغار ما دلالة هذه المشاركة الواسعة أول شيء وأهم شيء هو إيصال هذه القضية لكل العالم ولمجرد إيصالها لكل العالم الآن بلت يعني المنظمات الحقوقية بلشت تشتغل بشكل واضح وصريح بديلا عن فكرة المراسلات الغامضة واللي مش معهودة فإحنا لا إحنا بهذا الإدراف هو إيصال رسالة لكل العالم إنه يا عالم إذا أنتم مش من تبهين إنه فيه ست مضربين عن الطعام وبحالة خطرة لا إحنا بنحب نوريكم إياها الآن ببلشوا فعليا صارت فيه منظمات تتواصل معنا وتتفسر أكثر عن الأشخاص ونبعت لهم طبعا الوسائق اللي معنا اللي هي جزء من الضغط وطبعا هذا برضو من حملة أخرى موازي لحملة مضرب مع الأسرار ماذا تقولون سيد ساري في سؤال أخير ماذا تقولون لأدول المطبعة في وقت يعني تواصل وتمعن إسرائيل في الانتهاكات لأبسط حقوقه الإنسان يعني أنا أنا دائما من خلال هذه الحملة ومن خلال طبعا حملات صادقة أنا يعني رك الدائم ورقنا الدائم هو على وعي الشعوب فأنا يعني الحمد لله عم بنشوف جداش في وعي عند الشعوب العربية ورافضها التام للتطبيع عما بالنسبة للدول فبحب أحكي لكم استحوا عدمكم وشوفوا شعوبكم الرافضة للتطبيع وامشوا على إرادة الشعوب مش مطلوب منكم أكثر من هذا امشوا على إرادة شعوبكم الرافضة للتطبيع ولا تتصابقوا على هذا العار يعني التطبيع عار ولا مصلحة لنا من التعامل مع هذا الكيان الغاصب لأرضنا فبالأخير أرض فلسطين حرة من البحر إلى النهر هذا ما نؤمن في تجيل واعي ومؤمن بالعودة سواء كانت من ناحية حق احنا بنخذه أو من ناحية إنسانية هناك أرض يتم انتهاك حقوقه ويتم حرمانه من أبسط حقوقه وعليها يجب عليكم بس أنكم تمشوا على إرادة الشعوب وبش بطلب منكم أكثر منها شكرا جزيلا لك سيد ساري سابتين عضو مؤسسة فلسطيني من كل مكان كنت معنا من عمان شكرا لك أكد أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران أبو الحسن فيروزا بادي أن الهجوم السيبرانية الذي طال محطات الوقود في إيران لم يتسبب بأي ضرر برمجي أبادي أكد أنه سيرجح للمشكلة خلال وقت قصير مشيرا إلى أن الهجوم نفذته دولة أجنبية بهدف تعطيل خدمة الناس معتبرا أن من المبكر أعلن هوية هذه الدولة التي نفذت الهجوم وكيفية تنفيذه ومعنا محل الميادين لشؤون الإيرانية ملحم ماريا ملحم إذن هناك إعلان رسمي بأن هناك هجوم سيبراني استهدف هذه المحطات أو هذه البطاقات الممغنطة ماذا في التفاصيل نعم رانا من خلال تصريح رئيس المجلس الأعلى للصداء الإلكتروني قبل قليل تم تأكيد وقوع هجوم الإلكتروني على المنظمات الإلكترونية المؤحدة في محطات الوقود صباح هذا اليوم كما ذكرنا في المداخلة السابقة عند الساعة الحادي عشر هذا الأمر أدى إلى انقطاعها عن الشبكة وأحدث خللا في تزويد المواطنين بالوحوظ المجلس الأعلى للصداء الإلكتروني يتحدث عن هجوم من دولة أجنبية دون تحديد هذه الدولة لأن هذا الأمر بطبيعة الحال يتطلب مزيدا من التخطيقات التي تقوم بها جهات مختصة وربما تعلن عن نتائج لاحقا أو قد لا يعلن في الخصل عن هذه النتائج كما حصل في حالات مماثلة عند استهداف بناء تحصية إيرانية أو كما حصل قبل أشهر في استهداف محطات كثة القطارات والتي تبنتها بطبيعة الحال مجموعة منها القرارتنا المعارضين تحت اسم أندرا لذلك بانتظار نتائج التحقيقات يمكن الحديث عن سيناريوهات تحدث في المداخلة السابقة معك عن ثلاث سيناريوهات وتحدثت أن السيناريو الأول عن حدوث ربما خلل ثقني بشكل عارض هو أمر بعيث أو سيناريو بعيث لكن الآن بعد هذا التأكيد فمن يقف وراء هذا الهجوم إما إسرائيل كما حصل سابقا فيه منشآت مووية وإما جماعات معارضة خارج البلاد وإما دولة أو جهة أخرى طبعا الرد يتوقف رانا على تحديد الجهة المسؤولية عن الهجوم هنا لا ننسى أن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل هي قائمة منذ عدة سنوات وإيران قاقت بعدة هجمات سيبرانية أيضا ردا على هجمات إسرائيلية على بنى تحتية إسرائيلية بعضها بطبيعة الحال بقي طي الكثنان وبعضها الآخر أعلن عنه بعد مرور فقرة من الزمن الآن عاد حوالي 50% من محطات اللقود رانا للعمل كالمحتاج بحسب تصرحات المسؤولين الإيرانيين ستحل هذه الأزمة وسيعالج الخلل يوم غد عصرا على أبعث تقدير النقطة الإيجابية التي ساعدت المسؤولين على حل هذا الخلل بسرعة هو أن الأنظمة هي محلية في الصنع البرامج الكمبيوترية أيضا المستخدمة في هذه الأنظمة هي برامج إيرانية وبالتالي هذا الأمر صحل كثيرا في كيفية معرفة الأعطال بسرعة وتجاوز هذه المشكلة وهذا الخلل حسب المسؤولين هناك يعني العديد من المحطات الآن في طهران فتحت وأيضا حلت هذه المشكلة بشكل جدري وبشكل كلي في العديد من المحافظات الإيرانية شكرا جزيلا لك من الحبرية محل الميادين للشؤون الإيرانية استمرار الحديث الأمريكي عن خيار ديبلوماسي للتعامل مع إيران أثار القلق في إسرائيل يتي ذلك في ظل تشكيك مراقبين في حملة التصريحات والاستعراضات الإسرائيلية بشأن عودة الخيار العسكري ضد إيران إلى جدول الأعمال الإسرائيلي منال اسمعي كلام المفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي عن الخيار الديبلوماسي في التعامل مع إيران وملفها النووي حظي باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية كلام مالي يأتي على وقع كثرة التصريحات والتقارير في إسرائيل عن استعداد سلاح الجو الإسرائيلي لمهاجمة إيران وتنفيذ مناورات استعراضية لهذه الغاية إسرائيل تستعد لزيادة حدة المواجهة العسكرية مقابل إيران ونفذت مناورة استعراضية كبيرة لسلاح الجو لكن الولايات المتحدة تطلق رسالة مختلفة كليا وهي أنها مع المحادثات والكلام لا الأفعال وإسرائيل قلقة من سياسة إدارة بايدن بشأن إيران الولايات المتحدة مررت رسالة عبر روبرت مالي مفادها أنها تناقش ما سيحدث بالضبط إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات لكن صراحة المحاولة إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات في فيينا تسير قلقا لدى مسؤولين إسرائيليين وخشية من أن تواصل إيران بموازات السمرار المفاوضات في فيينا تخصيب اليورانيوم والإسرائع لتكون دورة على حافة نووي الكلام الإسرائيلي عن الخيار العسكري ضد إيران ترافق مع أسئلة بشأن دوافعه واستمرار التشكيك بجدواه وفعليته في ظل الموقف الأمريكي من جهة وموازين القوى مع إيران من جهة ثانية القرار بتجديد التدريبات لهجوم في إيران تم بتنصيق مع المستوى السياسي المنشورات هنا في إسرائيل والمصادق عليها من قبل الرقابة العسكرية بالطبع تهدف للضغط على العالم لزيادة الضغط الدولي على إيران والأمر الثاني هو أن فعالية الهجوم الإسرائيلي ضد المنشآت النووية التي تعد القنبلة النووية لا تزال تشكل علامة استفهام بخصوص كيف سترد إيران وكيف سيرد حزب الله وكم هو الوقت والسنوات التي سيعرقل فيها الهجوم الإسرائيلي على القنبلة الإيرانية المشروع النووي الإيراني القلق الإسرائيلي من التعامل الأمريكي مع الملف الإيراني يأتي على وقع كلام رئيس الهيئة السياسية في وزارة الأمن سابقا عموس جيلعاد عن فشل استراتيجية إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وعدم وجود توافق دولي لإنشاء حلف عملي وحقيقي لمهاجمة إيران نقلت وكالة أسوشيتر بريس عن مسؤولين أمريكيين ترجيحهم أن إيران كانت وراء هجوم الطائرات المسيرة على قاعدة التنفل الأمريكية جنوب سوريا الوكالة نقلت عن المسؤولين قولهم إن إيران قدمت الموارد وشجعت على الهجوم لكن الطائرات المسيرة لم تطلق من أراضيها ولفت المسؤولون إلى أن الهجمات نفذت على الأرجح بنحو خمس طائرات مسيرة محملة بالعبوات ناسفة وأصابت الجانب الأمريكي من القاعدة والجانب الذي توجد فيه فصائل مسلحة قلنا سابقا إنه إذا كان هناك رد فسيكون في وقت ومكان بالطريقة التي نختارها أنا لست في واردي توجيه اتهام الآن إلا أننا رأينا في السابق هجمات نفذتها ميليشيات شعية تدعمها إيران إلا أن هذا الهجوم كان معقدا ومتعمدا وإلى الآن لا مؤشرات لدينا على إصابات في صفوف جنودنا إلى لبنان حيث أفدت مصادر خاصة الميادين بتقنيم البطريارك الماروني بشار بطرز الراعي طرحا للرؤساء الثلاثة لحل الأزمة الراهنة في لبنان ويقضي طرح الراعي بامتناع المحاقق العدلي في انفجار بيروت طارق البطار عن ملاحقة النواب والوزراء وحصر محاسبة النواب والوزراء بالبرلمان مقابل وقف تحقيقات طيوني بحسب ما أكد مصدر للميادين الواحد يستهجن هذا الموضوع لأنه اليوم تستدعي الشخص لأنه أشخاص تابعين للحزب يكون هو مسؤول شو عنده معطياته القضاء حتى يستدعي هو الاستماع لأله بيقول شو معطياته أنا ما عندي المعطيات أنا بس بعبر عن الاستهجان فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد نفت نائب عن حركة النهضة في البرلمان التونسي المجمد سناء المرسن مدهمة المقار المركزي للحركة مؤكدة أن قاضي تحقيقاته إلى مقار الحركة وفق موعد سابق ولقد جرأ التعاون معه ومده بكل المعطيات المرسن وفي تغريدة لها أشارت لأنه ثم تجمع عندها ضعف رهيب في المفاهيم ولا تعرف التفريق بين المداهمة والحضور بموعد وضافت أنه بالنسبة إلى هذا الملف بالذات فأن الحركة متعاونة جدا حتى يجري إقفاله نهائيا أمرت اللانيابة العامة للقطب القضائي المالي في تونس بحبث وزير زراعة سابق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في طورطهم في فساد مالية محكمة تونس الابتدائية قالت أنه جرى سمحه باحتجاز الوزير السابق سمير بالطيب بشبهة طورط في جرائم مخالفة لتكافئ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال وذلك على خلفية طلب عروض خاصة بمعدات إعلامية لمصلحة وزارة الزراعة ومعنا من العاصمة تونسية الكاتب والمحلل السياسي محمد أبوعود أهلا بك سيد محمد إذن احتجاز جديد في إطار مكافحة الفساد وزير الزراعة السابق وسبعة مسؤولين آخرين كيف ترون استئناف خطوة الاحتجاز والاحتجازات أيضا والاعتقالات مساء الخير تحية لك ولكل مشاهديك الكرام على كل أعتقد أن عجلة الفساد أو مكافحة الفساد بدأت تدور يعني ما لاحظناه اليوم وزير سابق وأيضا هذا الصباح صدر أمر بإيقاف خمسة منهم اثنان من الولات السابقين يعني محافظ سابق لولاية منوبة وأيضا ما وقعا بالأمس من زيارة قاضي التحقيق إلى مقر حركة النهضة وهذه المؤشرات كلها يعني في ظرف 24 ساعة تدل على أن هناك دفعا للمرفق القضائي لمزيد التحرك أو التعجيل في التحرك في الملفات التي تراكمت وتراكمت لمدة سنوات والتي يبدو أنها من الحجم الثقيل خاصة إذا رأينا أن تحركا لمدة 24 ساعة يدي بوزير زراعة سابق وبمحافظين وبزيارة غير مسبوقة لحركة النهضة فهذا دليل أن القادمة من الملفات سيكون أكبر بكثير مما يتحدث عنه الجميع سيد محمد إلى جانب هذه الخطوات القضائية هناك مواقف يمكن القول بأنها متشنجة نوعا ما بين رئيس الجمهورية والاتحاد التونسي للشغل فيما يتعلق بالحوار برأيكم العلاقة بين هذين الطرفين إلى أين ذاهبة؟ هي إلى حد الآن نستطيع أن نقول أنها شهدت مرحلتين أو ثلاث مراحل مرحلة ما قبل 25 جوليا كان فيها الاتحاد هو الطرف الرئيسي الذي يطرح الحوار الوطني وكان يقدم حتى مبادرة وكتب حتى خارط الطريق وغير ذلك إسرى 25 جوليا بادر الاتحاد إلى إعلان تقريبا وقوفه التام إلى جانب رئيس الجمهورية وبقي ينتظر أن يبادر رئيس الجمهورية أيضا بمد اليد من ناحيته حتى توجد الحلول أو حتى يستأنف الحوار الذي ترحه الاتحاد أو حتى توجد سيغة أخرى للتحرك في أزمة سياسية كانت ساعتها تنتظر قرارات من رئيس الدولة لكن رئيس الدولة يبدو أنه إلى حد الآن لا يضع الاتحاد العام التونسي للشغل ربما في حساب الحلول القادمة أو لا يضعه كمحور رئيسي في الحوار الذي يريد أن يجريه وأخيرا تحدث عن هذا الحوار وذكر بعض التفاصيل من أنه سيكون مع الشباب وأنه سيكون في منصات تواصل اجتماعي وغيرها ولم يتطرق إلى مبادرة اتحاد الشغل وبالتالي هذا ما دفع المنظمة ربما إلى نوع من التشنج حيث كانت تعتبر نفسها تقريبا يعني معنية بالشأن الوطني قبل كل شيء وترف في البلاد في الساحة سواء السياسية أو الاجتماعية وقال الأمين العام عديد المرات بالمصطلح يعني نحن ملاكة ولسنا مستأجرين وهذا السلبية أو هذا الموقف الجفاء من رئيس الدولة دفع بالخطاب النقابي إلى زاوية من التوتر لاحظناها في خطاب الأمين العام في المؤتمر الجاهو بين عروسيا ومسابة الفارض برأيك هل يمكن التغافل في أي حوار مقبل عن الاتحاد التونسي للشغل؟ هو الواقع والمنطق أنه لا يمكن التغافل عنه لكن إذا نظرنا أيضا بعين أخرى يبدو أن رئيس الجمهورية بدأ يصنف الاتحاد العام التونسي للشغل مع باقي الأحزاب ويعتبره من منظومة ما قبل 25 جوليا ويتعمد إقصاءه لأنه الآن مرت أكثر من ثلاثة أشهر وثلاثة أيام تقريبا على حركة 25 جوليا ومع ذلك لم نرى تفاعلا أو لم نرى يدا لماذا برأيك سيد محمد وضع الرئيس قيس صعيد الاتحاد في هذا الزاوي أو مع هذه الأطراف خصوصا بأنه كان يقول بأنه يستبعد عن الحوار أي أطراف متهمة بالفساد طبعا هذا كان الخطاب الرسبي أنه الذي يتحاور مع الفاسدين أو الإرهابيين أو غير ذلك لكن بدأ فيما بعد يتحدث عن أن هذا الحوار ويذكر الحوار الذي أداره باقتدار الاتحاد العام التونسي للشغل في 2013 ويقول أنه لم يكن حوارا ولم يكن وطنيا أصلا ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن الحوار الذي يرغب فيه هو أو الحوار الذي يرسمه هو وهو حوار يعتمد على الشباب والفئات من العمرية معينة ومن بعض الولايات والجهات في حين أن الاتحاد العام التونسي للشغل له رؤية أخرى للحوار وهو حوار يقوم على الأحزاب والكتل والقواء السياسية والمنظمات الجماهيرية والتنظيمات العملية والطلابية والشبابية وغيرها فيه ربما بنفس الآليات التي أدير بها حوار 2013 والذي يشهد حتى العالم أنه أنقذ البلاد ساعتها من الذهاب إلى أزمة ربما أكثر مما نتسوى لكن الفرق هنا أن رئيس الجمهورية يحمل أفكارا جديدة عن حوار لا يكون فيه أي طرف قادر على التسيير أو قادر على الوصول إلى أهداف ربما إلا ما رسمه رئيس الجمهورية طيب برأيكم سيد محمد ما هي فرص الذهاب؟ فرص نجاح هذا الحوار؟ الحوار مع الشعب الذي يطرحه الرئيس قيس سعيد الفرص النجاح ربما لا يمكن أن نستشفها الآن خاصة أننا لا نعرف نوعية هذا الحوار وما هي هذا الحوار والمشاركين في هذا الحوار وما معنى حوار مع الشباب فقط باقي الناس أيضا وباقي المواطنين لهم الحق في التحاول ثم من سيدير هذا الحوار؟ من سيضع المواضيع للحوار؟ ثم أن الحوارات الشعبية هذه التجارب برما ووقعت في ليبيا في منتصف السبعينات ووقعت في ألبانيا وفي غير ذلك لأن في نهاية الأمر الحوار حول النظام السياسي والنظام الانتخابي يتطلب نخبة سياسية معينة ونخبة قانونية ودستورية تفهم في وضع آليات لهذه الأنظمة ولا تتطلب أن يشارك الجميع في الحوار وجميع المواطنين وجميع الناس وجميع الشباب ساعتها ربما قد تطول المسألة كثيرا وقد تتعقد كثيرا وقد نرى ربما نتائج غير متوقعة بالمطلق لأن المسألة حساسة جدا هو سيناقش تغيير النظام السياسي وتغيير النظام الانتخابي وتنقيح الدستور وهذه ليست من اختصاص الشعب الكريم سيد محمد سؤال أخير يعني مما قال الرئيس قيس السعيد بالأمس حتى من ينادون بما يسمى بالحوار ولم يسمهم متورطون في قضايا الاستلاء على أملاك الدولة برأيك من يقصد بهذا الكلام؟ اليوم فتحت أيضا أو بالأمس فتحت قضية على إثر ذلك التصريح من رئيس الجمهورية حول السيد غازي الشواشي الأمين العام للطيار الديمقراطي الذي كان وزيرا لأملاك الدولة ووقع في عهده التفويت في بعض الأراضي الدولية أو مسألة من هذا النوع لكن كلام الرئيس الدولة حمال أوجهن عندما يقول المنادون بالحوار ربما قد يقصد التيار الديمقراطي وحركة الشعب الذين كان سبقين في هذا المجال وابل الأمس رئيس الكتلة سابقا قال أن حركة الشعب أعدت للحوار وغير ذلك وربما يقصد المنظمات الجماهيرية كاتحاد الشغل واتحاد صناعة والتجارة الذين بدروا بالدعوة للحوار وبالتالي المسألة الآن أصبحت عند رئيس الجمهورية والمعلومات تأتي تقريبا قطرة قطرة لأن المرفق القضائي لا يتحرك إلا تقريبا ببطء شديد ليصدر بلاغ حول بعض الأشياء وبالتالي الفاعل السياسي الوحيد أو صاحب القرار الوحيد أو الوحيد الذي يعرف هو رئيس الدولة والمعلومات شحيحة جدا من قصر قرطاج وتأتي تقريبا بالقطرة شكرا جزيلا لك سيد محمد بعود الكاتب والباحثة بالشؤون السياسية كنت معنا من العاصمة التونسية فيما تنتقد أحزاب ومنظمات وطنية مبادرت الرئيس خيس سعيد للحوار مع الشباب عبر منصات للتبواصل وترفيها تهميشا واقصاء للكفاءات الوطنية يجدد الرئيس سعيد موقفها الرافض للحوار مع الفاسدين والمتأمرين مع الخارج تقرير عماد شطار حتى من ينادون بما يسمى بالحوار متورطون في هذه القضايا متورطون ولا أحد فوق القانون وراء الأكمة ما وراءها وتحريك الرئيس قيس سعيد لعدد من ملفات الفساد قد يكون ورقة للرد على من يوجه إليه سهام النقد حول تصوره للحوار الوطني أو مراجعة النظام السياسي فما ذكره من معطيات حول تاريخ إبرامي السفقة المشبوهة في وزارة أملاك الدولة قد يحيلن من دون عناء إلى التعرف على اسم المسؤول المعني وحزبه الذي قد يشمله الإقصاء من الحوار نحن لا نعنى حاجة رسمية إلى حد الآن اللي بيش نبني عليها موقف إذا ارتقات رئيس الجمهورية بيش تعمل حوار خارج الاتحاد وخارج المجتمع المدني وخارج الطيف السياسي اللي أمن بمعناها التحركات انتع 25 جويلة ويطمح إلى البناء في المستقبل فهذا هو حر على إقصاء الفاسدين والمتآمرين مع الخارج من الحوار الوطني المرتقب يشدد الرئيس قيس سعيد الذي يطرح مبادرة للحوار مع الشباب عبر منصات للتواصل فيما يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بوضوح الرؤية وصياغة تصور تشاركي في بناء المستقبل لا يشيطن الكفاءات ولا يعمم شبهات الفساد ولا يقسي الأحزاب والمنظمات الوطنية لا يمكن مع من سيدار هذا الحوار إذن هي مسألة في الأصل هي مسألة جوارية والشعب والمنظمات هم أبناء شعب تونس وخبراته وكفاءاته ومناظليه هذو ما هم بجتمعها من الحوار طريقة هي مسألة في تقديره مسألة ثانوية ومسألة شكلية في كيفية إدارة الحوار لا أكثر أو لأقل لبديل عن الأحزاب والمنظمات الوطنية التي لم تتورد في ملفات الفساد للاشتراك في تقديم التصورات في الحوار الوطني بحسب مراقبين ولا تعارض أو مفاضلة بين إسهاماتها وبين الاتلاع على حقيقة انتظارات الشعب يريده الرئيس أن يكون حوارا خالصا من شبهات الفساد والصفقات المشبوهة منصطا لانتظارات الشعب في وقت تدفع أطراف سياسية إلى أن تكون لها فيه الكلمة الفصل أيما تشترى تونس الميادين أكد مصر ميداني للميادين سيطرة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبي على منطقة الجديدة مركز مدرية الجوبة جنوب مأرب شمالية شرق اليمن إلى ذلك أصيب عدد من اليمنيين في استادف مقاتلة التحالف مدرية خب والشعف في الجوف ومدرية كتاف في صعدة ومدرية ألسلايف وجزيرة كامران في الحديدة إلى سوريا حيث انتهى الاقتصال الذي بدته جبهة النصر على مقار جندشان في ريف اللاذقية باستسلام الأخير مع مسلحيه وخروجهم من مناطق سيطرتهم إثرى وساطة من الحزب الإسلامي التركستاني وشخصيات سلفية فماذا في طياط هذا الصراع الذي أنهى وجود مسلم الشيشاني في الشمال السوري تقرير ديمة ناصيف مسلم الشيشاني في سيارته يشيح بوجهه عن الكاميرات التي تلتقط لحظة الهزيمة ومغادرته المناطق التي داخلها ومسلحيه قبل عشر سنوات في ريف اللاذقية حرب الجولاني للقضاء على الخصوم سببت أنهارا من الدماء بين من كانوا خلفاء الأمس والعملية التي انتهت بإخراج الشيشاني من جبل التركمان إثرى وساطة من الحزب الإسلامي التركستاني بدأت قبل شهرين وأشعلها مجددا تسجيل صوتي لمسلم الشيشاني يقول فيه إن الجولاني يتهمه بالدعشنة ليبرر القضاء عليه واليوم يريدون يرسل لي هذا اسم دواعش ويقتحم بهذا اسم استقصال جند الشام كي يتفرغ الجولاني لمعركته ضد خصمه الأشرس والأكثر دموية تنظيم جند الله الذي أسسه أبو فاطمة التركي الذي قتل قبل ثلاث سنوات في غارة للتحالف في ريف إدلب تنظيم جند الله الذي يضم منشقين عن داعش وتنظيم حراس الدين وآخرين من جنسيات أذربيجانية وسورية كان يتخذ من ريف إدلب الشمالي مستقرا له قبل أن ينتقل إلى جبال ريف اللاذقية بعد رفضه عرض الجولاني بالانضمام إليه أو تفكيك تنظيمه الهجوم على الشيشاني فتح ثغرة نحو تحصينات الفصيل التركي وجعل هيئة تحرير الشام على تماس مباشر معه بعد سيطرتها على سبع نقاط للشيشاني في جبل التركمان ستسهل عزل التنظيم التركي وإجباره على الاستسلام أو تصفيته بينما يصر الأخير على مواصلة القتال بعد الإيقاع بعدد من مسلحي الجولاني بين قتيلا وأسير الجولاني الساعي لتلميع صورته أمام الجميع يحاول جعل ملف تصفية الجهاديين الأجانب الجائزة الكبرى فإذا نجح بإنهائه سينتزع اعترافا بسلطته المطلقة في إدلب مما يمكنه من الإمساك بورقة التفاوض حول المحافظة وهو أبعد مما قد يقبل به التيار القاعدي الذي لم يضع سوى الحل الجهادي على أجندته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلف استخباراته إجابة مفاوضات سلام جديدة مع الكرداء فما أبعد الخطوة وهل يحاول أردوغان لمنمت خسارته في الانتخابات البلدية قبيل نظيرتها الرئاسية عام 2023؟ يعيد أردوغان حساباته قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2023 يجد في المواطنين الكرد حلا معقولا لعدم تكرار خسارة الانتخابات البلدية عام 2019 مصادر أمنية لصحيفة زمان التركية كشفت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلف جهاز استخباراته إجراء مفاوضات سلام جديدة مع حزب العمال الكردستاني وبحسب المصادر أعاد أردوغان تنشيط جهاز الاستخبارات للمرة الثانية بعد الأولى التي كانت قد بدأت عام 2009 وأطلق عليها اسم الانفتاح الديمقراطي أو الانفتاح الكردية هذا وكلف بحسب المصادر رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان إدارة المحادثات في إشارة إلى أن طرفي المحادثات عقد اجتماعات متعددة سابقا في بروكسال محاولات الرئيس التركي تسوية الأوضاع الداخلية مع الكرد لها خلفية كثيرة ومنها ما ذكرته المصادر الأمنية للصحيفة التي أشارت إلى أن هدف الاستخبارات وحزب العدالة والتنمية كسر الزخم السياسي المتصاعد للزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دامرتاش الذي سجين أربع سنوات بسبب خطاب عملية الحل الجديد خطوات الحزب الحاكم في تركيا لا يمكن فصلها عن سياق إعادة ترتيب أوراقه الداخلية والخارجية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الرئيس التركي رجل طيب أردغان كرر لمرات عديدة عبارة أن تركيا ما قبل عام 2023 لن تكون كما بعدها ولربما تصب خطواته المتسارعة هذه في هذا السياق ولسيما أن بلاده ستتخلص عام 2023 من قيود معاهدة لوزان لعام 1923 وستولد بحسب أردغان دولة جديدة أمام أوروبا والعالم يمثل المتنزه الوطني أو كما يعرف بناشنال أمول أحد أبرز المعالم في العاصمة الأمريكية واشنطن ويعود ذلك لما يذخر به من متاحف أثرية وأنصاب تذكرية تجسد حقبا متعددة من التاريخ السياسي في الولايات المتحدة محمد كلي كعاصمة للبلاد تفتخر واشنطن بما لديها من معالم أثرية ونصب تذكارية يمتد معظمها على طول المتنزه الوطني أو كما يعرف بناشنال مول وعلى مسافة تزيد على ثلاثة كيلومترات من المساحات الخضراء بدءا من نصب لينكن وصولا إلى مبنى الكابيتال هي بمثابة منصة احتجاجات أو احتفالات شعبية خلال المناسبات الكبيرة يضم نصب لينكن تمثال إبراهام لينكن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة فيما تم نحت أحد خطاباته السياسية على جدار النصب الجنوبي مسلة واشنطن تقف وسط المتنزه حيث بنيت تكريما لجورج واشنطن الرئيس الأول للبلاد المسلة اكتمل بناؤها عام 1888 بعد توقف اضطراري خلال نشوب الحرب الأهلية وعلى ارتفاع وصل إلى نحو 170 مترا كأطول مبنى في العاصمة أما مبنى الكابيتال الذي يضم مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ فيقع على الطرف المقابل لنصب لينكن حيث يجتمع أعضاء المجلسين لممارسة مهامهم التشريعية وعلى امتداد المتنزه الوطني تنتشر المؤسسات الرسمية والمتاحف المختلفة ومن ضمنها متحف للسكان الأصليين وآخر للأفارقة يرويان الحياة السياسية للبلاد محمد كريم واشنطن الميادين تعد محمية أورمانيا في ولاية كوجيالي شمال غربية تركيا واحدة من أكبر المحميات الطبيعية للحياة البرية في العالم في حضن هذا المكان وبين الأجار تنتشر الكتب التي باتت جزءا من المكان لتحول إلى مكتبة الغابة نتعرف إليها أكثر في هذا التقرير للزميل محمود واثق في ضواحي مدينة إزميت التركية وبين أحضان التبيعة الخلابة مكتبة فريدة في نوعها تضيف نكهة إلى رحلة الصياح لتأخذهم إلى عالم القراءة والمعرفة تحت عنوان القراءة خير عادة تفتح هذه المكتبة وسط الغابة أبوابها لعشاق المطالعة من مختلف الأعمار تجربة غير مألوفة تجذب كثيرا من الناس لاستكشافها والاستمتاع بأجوائها الهادئة والإبحار في عالم من المعرفة الممزوجة بالتسلية تأسيس هذه المكتبة في هذه الغابة لحث الناس على القراءة وإعادة ربطهم بالكتب لدينا 21 قصما من الكتب تناسب جميع الأعمار كما يوجد في هذا الموقع ثلاث صلاة لجلوس القراء والاستمتاع بالقراءة في أجواء خاصة غير المعتاد عليها في المكتبات الفكرة جديدة وتلاقص تحسانا كبيرا وهذا ما يزيد من حماسنا وتشجيعنا على بدل المزيد من العطاء في مجال الثقافة لا صوت هنا يعلو على صوت الطيور فجذوع أشجار قديمة حفر قلبها وحول إلى خزائن للكتب ممزوجة ببعض التصاميم الحديثة تعديلات زادت من دمج المكتبة في محيطها وأضاف إليها مزيدا من الجاذبية رواد المكتبة يجدون عنوين الكتب التي يبحثون عنها بكل سلاسة وسهولة ليبقى اختيار موقع القراءة ومكان الجلوس بحسب مزاج كل شخص بين كراس أو أراجيح خشبية وأخرى قماشية تسمح للفرد بالتمدد في أثناء القراءة لقد جئنا من مدينة إزميت لزيارة هذه المكتبة والاستمتاع بالقراءة في أجواء غير مألوفة لدينا تصميم المكتبة رائع وجميل المكان رائع جدا وأنا طالب جامعي الفكرة بحد ذاتها متميزة لأنها تحيي في داخلنا أهمية الكتب كمصادر للمعلومات في وقت تهنى فيه مع وسائل الحدثة من انترنت وجوالات وغيرها التخلص من التاقة السلبية وتعزيز المعلومات الثقافية وسد الفراغ بأمور مفيدة كلها أهداف تسعى هذه المكتبة إلى تحقيقها تسعى سلطات التركية إلى استخدام أساليب متنوعة من شأنها التسويق للسياحة من جهة ونشر ثقافة القراءة بين مواطنيها في أجواء هادئة إلى العنوين مجددا كلها كانت ترمي إلى اقتياد البلد إلى حرب أهلية البرهان يعز قراراته إلى تجنب حرب أهلية في السودان وحمدوك يعاد إلى منزله وسط إجراءات أمنية مشددة حوله إيران تعلن تعرض محطات الوقود فيها لوجوم سيبراني على يد دولة أجنبية وتؤكد أنه لم يتسبب بضرر برمجي مصادر خاصة تؤكد للميادين طرح البطريارك الماروني حصر محاسبة النواب والوزراء في البرلمان مقابل وقف التحقيقات في كمين الطيون حملة تضامن عالمية مع الأسر الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على منطقة الجديدة مركز مدرية الجوبة ويواصلون التقدم في مأرب للمزيد من الأخبار وتفاصيل على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين باللغات الإسبانية والإنجليزية والعربية إلى اللقاء